لأجل تجموز الصعوبات التي تواجرها في الوسطى القروية مع استثمار الفرص والمتغيرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة تبلغ قيمة مجموع الجوائز 300 ألف دا إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم في لقاء إطلاق الدورة الثامنة لجائزة تميز المرأة المغربية وهو موعد سنوي تنظمه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل إبراز المبادرات المتميزة التي تنهض بحقوق المرأة المغربية وبالمساواة بين الجنسين والسعي نحو المناصفة ويأتي لقاء هذه السنة كسابقه في سياق العناية الملكية السامية لقضايا المرأة والنهوض بوضعية المرأة ببلادنا من خلال التوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى النهوض بحقوق النساء في كافة المجالات ونشير هنا إلى مقتطف من الخطاب الملك السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لـ 30 يوليوز 2022 حيث أكد جلالته على أهمية تواجد النساء في كافة المجالات وقال جلالته حفظه الله إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات ويضيف جلالته حفظه الله وعلى الجميع أن يفهم أن تمكين المرأة من حقوقها لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهيناً بمكانة المرأة وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية انتهى مقتطف الخطاب الملكي السامي وتنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية وتفعيلاً لمخرجات النموذج تنموي الجديد الذي حتى على مغرب دامج ومستدام يعتمد الرقمنة من أجل تعزيز تكافؤ الفرص وكذل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ولا سيما بالاعتماد على الرقمنة قد اخترت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة موضوع هذه الدورة الدورة الثامنة لجائزة تميز للمرأة المغربية على اتمداً على مجالين أساسيين وهما جائزة تميز في مجال الإبداع وجائزة تميز في المجال التنموي والذين بدورهما يجتملان على عدة مواضع ومحاور بحيث ارتأينا هذه السنة أن نجمع بين محورين من المجالين بتخصيص الدورة الثامنة لموضوع المقاربة المندمجة لتمكين النساء بالوسط القروي باستخدام التكنولوجيا الحديثة تحت شعار التكنولوجيا رافعة لتمكين النساء حضرات سيدات والسادة إن تحقيق المساواة بين النساء والرجال ليس مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان نص عليه الدستور بل قاعدة أساسية لتقدم أي مجتمع وهي شرط للحد من الفقر وتعزيز الرفاه المجتمع وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الصدد فإن التكنولوجيا التمكين تعد أحد المجالات التي بإمكانها فتح آفاق واسعة لرقي المجتمعات لا سيما التكنولوجيا المعلومات والاتصال الوالدة في الهدف التاسع لأهداف التنمية المستدامة وهي وسيلة أساسية لتنفيذ الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين طبعا أتكلم عن أهداف تنمية المستدامة وكذلك الأهداف خطة التنمية المستدامة 20-30 وحسب عدة الدراسات يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من تحقيق قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة والمساعدة على سد الفجوات ذات الأبعاد المتعددة على مستوى المساواة بين النساء والرجال من خلال دعم النساء من أجل الوصول للمزيد من فرص العمل والخدمات والمعرفة والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة وكذا الوصول إلى القدرات المتاحة والقدرة على الاختيار مما سيزيد من فرص النساء على تحقيق أهدافهم وتقليص إشكاليات أو عقبات التمييز بسبب المعايير الاجتماعية والثقافية والصور النمطية حضرات السيدات والسادة تسعى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج المخططات والمشاريع التي تطلقها وتنفذها من بينها جائزة تمييز المرأة المغربية بحيث أن الدورة الثامنة تمرت فيها بين تحقيق المقاربة المندمجة في تمكين النساء اقتصادياً باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي ينطلق من ضرورة تواجد النساء في جميع المجالات ومن رؤية مستقبلية تجعل من التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتجاوز العديد من العقبات التي تعاني منها النساء وكذلك بين ضرورة مواكبة المرأة في الوسط القروي انسجاماً مع مخرجات الدورتين 62-67 للجنة وضع المرأة طبعاً لجنة الأممية لوضع المرأة المنعقدتين بنيويورك في 2018 و2023 باعتبارها فاعلاً أساسياً وداعماً للتنمية المستدامة وهنا أريد أن أشير إلى أن الوزارة من خلال الدورة السابعة لجائزة تمييز المرأة المغربية ركزت على أهمية مساهمة النساء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تخصيص موضوع الدورة السابقة لتمييز المرأة في سبل تحقيق أهداف تنمية المستدامة وقد تم التوصل في المرحلة طبعاً الدورة السابقة بـ 248 ترشيحاً عبر المنصة الإلكترونية المتعلقة بتلقي الترشيحات وكان هذه قفزة نوعية بالنسبة للسنوات اللي كانت قبل من السنة الفارطة بحيث كان معدل الترشيحات يوصل الـ 61 بيد أن السنة الفارطة وصلنا أوفتنا تقريباً 248 ترشيح فأنتمنى أن هذه السنة نفوت هذا الرقم طبعاً بما في ذلك مشاريع ومبادرات مهمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة بالوسط القروي خصوصاً التي تندرجو ضمن الأهداف الخامس والسابع والتاسع وهو ما يجعلنا نؤكد على أن المرأة المغربية قادرة على التمييز في شتى المجالات هذا لأن السنة الفارطة كان عدد من مشاريع تستعمل التكنولوجيا فبغينا هذه السنة نخص هذا الموضوع للتكنولوجيا والمرأة القروية فتنتمنى كما قلت أن تكون هناك مشاركات قوية من جميع الجهات ونعتمده طبعاً على الشركاء اللي هما في الجهات سواء المجالس الجهوية أو منذبيات وتنسيقية تعاول وطني أو تنسيقيات وكالة تنمية الجمعية وطبعاً الشبكات الشركاء أو الشبكات التي يعمل بها الأعضاء وعضوات اللجنة والصيدة الرئيسة لذلك فإن الجسيد المقاربة الترابية سواء تعلق الأمر بإعداد وتنفيذ سياسات العمومية أو بتثمين وتقدير الطاقة النسائية الرائدة والمبادرات المتميزة تعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة واستحضاراً لذلك ستتم مراعاة المقاربة الترابية في جميع المراحل بدءاً من إداع الترشيحات إلى تتويجي المشاريع على صعيد الجهات الاثنى عشر للمملكة والاستثمار أفضل لهذه الطاقات النسائية وتكتيف الجهود من طرف كل المتدخلين عملت وزارة تضام الإدماج جماعي والأسرة على إطلاق العديد من البرامج واتخاذ مجموعة من تدابير من بينها إطلاق سراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة لتحرير الطاقات والتي تهدف إلى اعتماد جيل جديد من الخدمات يعتمد على الرقمنا والجودة من أجل تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين كذلك إطلاق برنامج جسر التمكين والرياضة الذي يستهدف 3000 امرأة بكل جهة واللي فتنا فيه حاليا أكثر من 37 ألف امرأة مسجلة بتقريبا تسع جهات لأن ما زالنا ثلاثة جهات اللي غد نتلقوا فيها البرنامج فإن شاء الله غد نفوتوا الرقم اللي كنتظره اللي هو 37 ألف امرأة اللي فتنا حاليا فيما يخص تسجيل المشاريع أو تسجيل المبادرات النسائية التي تودوا الاستفادة من برنامج جسر التمكين والرياضة وهذا البرنامج اللي هو تيجي في إطار تفعيل برنامج الحكومي كما أشرت إلى ذلك وخاصة الإطار الاستراتيجي للمساوات والمناصفة 2035 اللي تمت بلورته في إطار لجنة الوطنية اللي المساوات بين الجنسين وتمكين المرأة اللي كما كتعرفوا نهجت واحد المقاربة تشاركية منذ الخطاب الملكي السامي دي 30 يوليوز 2022 اللي اشتغلت وزارة تضام الإدماج المعي والأسرة مع جميع القطاعات الحكومية وأيضا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع المتدخلين وتم تنظيم لقاء مهم تحت شعار المرأة والأسرة ورهان التنمية في فبراير 2023 وتمت بلورة تصور حول هذا الإطار استراتيجي 2035 وتمت تقديم هذا الإطار استراتيجي للمساوات المناصفة في 17 مارس أمام اللجنة الوطنية التي كيترأسها السيد رئيس الحكومة والتي تتكون من جميع القطاعات الحكومية ومن ممثلين على المجتمع المدني وممثلين على المجالس الجهوية وممثلين على القطاع الخاص والمجالس الإقليمية طبعاً والمجالس الجماعاتية وتم المصادقة على المقترح الذي تم تقديمه خلال هذه اللجنة واللي حالياً نحن نشتغل على استغراء نهائية دياله اللي تقديمه في استغراء نهائية في يونيو 2023 ومن بين المحاور دياله الإطار استراتيجي للمساوات والمناصفة أفق 2035 للمرحلة الأولى دياله هي الخطة الحكومية المساوات والخطة الحكومية الثالثة عنده ثلاثة المحاور اللي هو التمكين والريادة الحماية والرفاه والقيم والحقوق والقيام ففيما يخص المحور الأول تم اقتراح برنامج أول اللي هو برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ويأتي برنامج التمكين والريادة طبعاً في إطار مساهمات وزارة تدام الإدماج الشماعي والأسرة في هذا المحور طبعاً هناك مساهمات من قطاعات حكومية أخرى ومن فعالين آخرين كل حدد الأهداف التي سيتم متتبعها من أجل النهوض بوضعية المرأة في بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحتى لا أطلع عليكم أود أن أشير إلى أن تشكيلة لجنة التحكيم لهذه السنة للدورة الثامنة تضم خيرات الخبراء في مجال سواء المجال الرقمي أو مجال المجتمع المدني لكي تشغل مع النساء وخاصة النساء في وضعيتها شاشة أو النساء في العالم القروي شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتجربة المهنية وعلى رأسهم سيدة الرئيسة سيدة سلوى القرقرية بالقزيز اللي كنشكرها على تقبل يعني ترأوس هذه اللجنة كما أشكر جميع العضوات والأعضاء اللي تقبلوا أنهم يكونوا يشاركوا في هذه اللجنة التحكيم التي ستشتغل على انتقاء مشاريع ومبادرات متميزة ستساهم في بناء مصار التنمية ببلادنا والتعريف خاصة تعريف بالمبادرات في العالم القروي للمهوض بوضعية المرأة في العالم القروي التي تعتمد الرقمنا وأقتنم هذا اللقاء لأشكر مرة أخرى لجنة التحكيم وكل هيئات القائمة على هذه الجائزة طبعا لجنة تنظيم من وزارة تقضي الإدماج الاجتماعي للأسرة والتي تضم أيضا مكونات من القطب الاجتماعي برماته يعني تعاول وطني وكالة تنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي على كل ما تبدله وستبدله من جهد لتتويج هذه المبادرات للمرأة المغربية خلال الحفل الذي سينظم بالمناسبة والذي سيكون إن شاء الله في شهر أكتوبر كما تعلمون عشر أكتوبر هو اليوم الوطني للمرأة المغربية فوفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر